سنة سبعة وثلاثين بنى الخواجة هجوبي عقبيان كبير الأرمن في مصر عمارة سكنية وسماها على اسم اطراز أوروبي والمهندس تلياني ده حتى الخواجة من كتر اعتزازه بيها كتب اسمه بحروف لاتيني على مدخل العمارة من جوة سكن العمارة وهي لسه بكر وزرع، بشوات كبار، خواجات وحتى كان فيها يهود كان فيه اتنين منهم من عيلة نصيري المعروفة سطح العمارة كان مهول كان فيه سكن للبواب وعودة صغيرة لكل شقة لزوم الغسيل والخزين واللزي منه كل حاجة كانت جميلة البلد كان شكلها جميل والعمارة كمان كانت جميلة وقامت الصورة وانتهى زمن البشوات ولما قامت حرب ستة وخمسين كان بداية النهاية للخواجات واليهود في مصر الشقة اللي تفضى بعد صفر صاحبها كان يخطفها ظابط مهم من زباط الجيش بعض زوجات الزباط ما قدروش ينسوا عشقهم لتربيت الطيور فوق الصدح وما فيش مانع القوة تبقى سكن للخدمات وطبعا اتغيرت التركيبة السكانية مع زهزاية الانفتاح ابتدى الشرع يتغير محلات غيرت نشاطها في المنطقة كلها والناس برضو اتغيرت وزي يدخل حضرات الزباط الأمارة ما تلف حالها خروجهم منها جبها الأرض كانوا اختانوا بقى نقلوا المهندسين ومدينة نصر وبقت الأمارة فتحة لأي حد معها فلوس وطبعا اتغيرت التركيبة السكانية السطح بقى كامل العدد القوضة الوحدة شايل عيلة بحالها مش بس الأمارة اللي اتغيرت البلد كلها اتغيرت